الإحصائية تقول أن أكثر من 90% بمن يشاهدون فيديوهاتنا بشكل مستمر ليسوا بمشتركين في القناة نرجو دعمكم من خلال تسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة على أرض الثوار ومعقل الأحرار أخذ المنتخب الصحراوي الشقيق ولا مباراة له في تاريخه النضالية وجمعته بنادي المقاومة مولودية الجزائر على أرضية ملاب حمل اسم أحد كبار رموز المقاومة في القارة السمراء نيلسون موندلا لعب منتخب البوليساريو ممثلين لجمهورية الصحراء الغربية استمتعوا بنشير بلدهم يعزف وراية وطنهم ترفرف لأول مرة في ميادين الكرة وكان هذا حافزا لهم لتسجيل أولى أهداف المباراة عن طريق الساحر الصحراوي وسط ظهور أنصار العميد الذين حجوا بقوة إلى الملعب من أجل مسند سنادي في هذه المباراة التاريخية التي أعادته إلى الواجهة القارية رد أشبال بوميل لم يتأخر سوى دقيقتين المريد أوكيل عدل الأوتار بقذيفة صاروخية ألهبت مدرجة شناوى قبل أن يعود اللاعب ذاته ويمنح التقدم للمولودية بطريقة جميلة نتيجة انتهى عليها شوط المباراة الأول في النصف الثاني انتقلت المولودية للسرعة القصوى وذكت شباك الضيوف بربعية أخرى تنوب على تسجيلها حليمية راز هارون وطهر لتنتهي المواجهة بسوداسية ذكرت الاحتلال المغربية برؤوس النجمة التي تزين عالمها سوداسية كاملة في المباراة ثبت الكرة ثم ثبت الحارس فتح الريوق